أمين عام الأمم المتحدة يطلب إذن من مجلس الأمن بالتمديد ستة أشهر أخرى لمهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة المعروفة باسم أونماها وسط استمرار المواجهات العسكرية في مدينة الحديدة وعدة مناطق في جنوب المحافظة جاء ذلك في رسالة وجهها أنطونيو غتريش إلى مجلس الأمن وشدد فيها على أن البعتة تتطلب قدراً كبيراً من المرونة في التطبيق وبأنها بدأت لتويها التنفيذ الفعلي للتفويض الخاص بها وأنها نجحت في ترسيخ وجودها بفاعلية ومنذ صدور ذلك القرار باشرت البعتة مهمتها بعدد لا يزيد عن 15 مراقباً فقط برئاسة الدين ماركي مايكل لوليسجارد من بين 75 مراقباً كان يفترض تواجدهم في الميدان للغرض نفسه ولكنهم لم يتمكنوا من المجيئة بسبب العراقيل التي يفرضها الحوثيون أسندت إلى هذه البعثة مهام تتصل بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام على نطاق محافظة الحديدة كما أسندت إليها مهمة رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات والعمل مع الطرفين حتى تكفى القوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى مهم تبدو بنظر المراقبين أكبر بكثير من حجم البعثة التي تعمد الحوثيون عدم وصول كامل أعضائها في وقت استمر مجلس الأمن الدولي في مطالبة الدول القادرة بالمساهمة في هذه البعثة وبالإشارة غير مباشرة للحوثيين باعتبارهم الطرف الذي يعرق الوصول بقية أعضاء البعثة الستين ويمنع إصدار تأشيرات لدخولهم الأراضي التي تسيطر عليها الميليشيا وفيما تتصرف الأمم المتحدة وكأن السلام يسود الحديدة اندلعت صباح السبت اشتباكات متقطعة في حي سبع يوريو شمال المدينة الحديدة وذلك بعد يومين من القتال الواسع الذي اندلع جنوب الحديدة إثر هجوماً نفذه الحوثيون على مواقع للقوات الحكومية مصحوباً بقصف كثيف بقضائف الهون والصواريخ الهجوم بحسب مصدر في القوات الحكومية هدف إلى الوصول للخط الساحل من جهة التحيط والجبلية قبل أن تصده القوات الحكومية وتكبد الميليشيا عشرة القتلى وفي حيث قصفت ميليشيا الحوثي أحياء سكنية ومنازل مواطنين بقضائف مدفعية الهون مخلفة أضراراً في عدد من المنازل وحالة من الدعر في صفوف الأهالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر